بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في البداية أنا عاجزة عن الكلام أو التعبير خصوصا أرى نفسي وأنا أقف أمام هذا الجمع الغفير قد أتعثر في الكلام أو يسبقني دمعا أو يسبقني دمعي وينزل على خدي ألما على فراق ابني وحبيبي فاضل وقد يكون فرحا للشهيد التي حلقت روحه إلى السماء ولكن هناك رسالة إليك يا حبيبي يا فاضل أناجيك أناجيك بأن ترجع إلي إلى حضني إلى حضن أمك فإنها مشتاقة إليك مشتاقة إلى رؤياك مشتاقة إلى أن تحتضنك فإنها لم تحتضي بلحظة وداع قبل الفراق وأما هذه الرسالة فأوجهها إلى الحكومة وإلى داخليتها وإلى منتسبيها أنا لن أتنازل عن كل قطرة دم نزلت من ابني لن أتنازل أبدا سوف أطلب القصاص وأطالبهم بالقصاص بدمه سباة عشر يوما سباة عشر يوما سباة عشر يوما ونحن نبحث عنه في كل مكان في كل الوزارة في كل المستشفيات في كل مراكز الشرطة ولكن نجد أن نفي ردهم ليس موجودا لدينا وليس لدينا علم بأي شخص ورد إلينا وإنه مصاب ذهبنا إلى مستشفى العسكري بعد إصابته بخمسة أيام وأتوا إليك جميعهم وقالوا ليس موجودا قلت لهم نعم إنه موجود وأنا عندي علم بإنه موجود في هذا المستشفى فقالوا لي من الذي قال لكم إنه موجودا في المستشفى نحن لم يردنا أي شخص بإصابة أو بأي شيء وخرجت من المستشفى بخيبة أمل ولم أرى ابني وبعد مضي ثمانتعشر يوما يأتون إلي به وهو جثة هامدة ولكن ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل فالله خير حاكم ووزير يحكم بيننا وبين من ظلمنا وسلب حقنا فنرفع الأكف إلى السماء لندعو عليهم بحق الحسين المظلوم انتقم لنا انتقم لنا ممن ظلمنا وعذب أولادنا وقتلهم وهتك حرمتنا وسلب أموالنا وقتل رجالنا يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم شكرا